السلام عليكم ومرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتكم دار الكرام تيفي نتمنى لكم تكونوا جميعا بخيروا على ألف خيروا في آسم الصحة والعافية ثم مع عائلاتكم وحبابكم اليوم إن شاء الله بناء على طلب الكثير من الأخوات اللي تلبوا مني نحضر لهم الحريشات بالبولة الشعير فدائما كان نوجدهم يعني ومع نمرني ما كانت الفرصة بأنني نصورهم معاكم فصورتهم الآن بعدة طرق صورتهم حريشة كبيرة وحريشة صغار وحريشة مع مرين فإن شاء الله اليوم نحط معاكم جوجة أشكال من الحرشة هانتما معي إن شاء الله بالصحية بالشعير يعني فيها كل فوائد الغذائية وما فيها شنهائية حتى شي حاجة اللي مضرة فهانتما غتشوفوا معايا المكونات كلها في المتناول وكذلك كتوجد في سرعة كبيرة يعني ما كان نحتاجوش أننا نبيتوها ولا نخليوها مدة وكالجير طباوه شي شا ما تشبعوش منها هانتما معايا إن شاء الله حتى تشوفوا المكونات وطريقة التحضير وراها على ضمان تيناج حمية في المياه من أول تجربة إن شاء الله بدأوا على بركتي الله فهنا خضيت ثلاثة الكووس دي البلبولة الشعير هنا عندي البلبولة البلدية ديال الضار يعني كان نحنو بوحدنا الشعير فهنا كيف كتشوفوك يكون فيه بزاف ديال هذك السفال للفوق فكن نغسلوها ونعاودو بزاف دلمرات حتى كتنقى يعني حتى كي طلع هذك شي كامل كرميوه من بعد ما غسلتها مزيان مزيان فاغطيت عليها بالمطاي بحل ما ندير بيئاتي واغطيت عليها ثلاثة الكووس ديال الشعير غسلتهم وعاودت خربا نشي ربعة خمسة دلمرات كان نغسلهم حتى كي يتصفهم يبقى فيهم متى شي حاجة ومن بعد كان نغطي عليهم بالمطاي بحل ديال الآتي وكان خليهم غير واحد شوية مهمية لعندكم وقت خليهم الساعة وكتر فانا غير هكذا واحد خمسة شو دقيقة حدية في الكوزينة بالموجة المكونات والمقيلة صافي ورجعت لها فانتو ما كتشوفوا شحن ما خليتوها كتر شحن ما كتشرب كتر فانا هنا بقي فيها واحد شوية دلمره لما شي مشكل هو الاصلا اللي بغيتو بشي تبقى ليارطيطبه ونخلط بها بقيات المكونات فاشنو غاد ينضيف لها هنا غاد ينضيف لها ملعقة واحدة ديال العسل ملعقة واحدة صغيرة ديال خاميرات الخبز وملعقة صغيرة ديال الملح ملحة والعسل وخاميرات الخبز ونضيفت واحدة درقيقة ديال الحرشة كنضيفها لها حتى تجمعها كالجزوينة ومتماسكة مع بعضها وممكن لبنك لكم بقجارية اكتر ممكن زيدوا واحد نصف كويس فانا هنا كاس كافيني هنتو ما شفتوا معي العجينة جات مزيانة مجموعة سوف نضيف واحد جوج مع الكبار ديال زيتون وكمنا هدوهما كامل المكونات اللي غا نحتاجوا كيف كاتشوفوا كلهم صحيين بالنسبة الناس اللي ما عندهم مش العسل ممكن انكم تعوضوهم بسكر سكر حبيبات ولا السكر الاسمر ولا اللي بغيتون موما نبغيت نديرها كلها صحية مية في المية فانا تحتشي حاجة اللي هي مضرة كيف كاتشوفوا ما في هالا خاميرات الحلويات ما في هالا سكر لاحتشي حاجة مكونات اللي هي بسيطة وزوينة وكلها مفيدة لدات خصوصا لا يحفظ معاهد الامراض يعني وهاتش يكتر انسان يحاول مأمكان ياخد الاشياء اللي كتقوي المناعة دياله سوف يخلط المكونات كامعة مع بعضها اغطيت عليها واحد شوية فهدل اثناء اخذية المكونات التقيلة ديالي ووجت يعني هكذا شوية الشعير اللي غادي نقرس بيه في طبيع السيل ووجت بقي هذه الاشياء تقريبا نغطيت عليها واحد لاشياء دقائق ربو ساعة باش يتفعلوا المكونات مع بعضهم هنا غادي نوجد باش غادي نقرس هاد الحريشات ديالي فكيف كاتشوفوا خديس واحد شوية البلبولات الشعير واحد لملعقة كبيرة تقريبا ديال السميدة وضفت عليهم واحد نصف ملعقة ديال الزيت سوف نديرها بحركة باش تجيني ذيك الحريشة محمرة وزوينة اذا هذي هي اللي غادي نقرس بيها هذيك الشعير وهذيك السميدة اللي وجدت سوف يدرت المقيلة تسخون هنتم ما شفتوا معيها القياس ديالنار اللي درت فا نديرها في اللول مجهده شوية نديرها شوية مجهده احتك تسخوني المقيلة نديرها متوسطة وكيف تنطيب في الحريشات ديالي طريقة اللي كان طيب بها سهلة مهلة يعني كتاخدوا واحد لغطة ولا واحد يعني اللي حسب تكشيلي عندكم تومة واحد المول ديال الحريشة ولا اي شيء انا كيعجبوني هكذا ديال ديال الشكولات فكيجيبوهم ليهم تساوين وزوينين كرشو فيها هكذا شوية ديال السميد وليال البلبلة وكنحطوها هكذا واحد الكيميا غي كننزوها بلما كان كوروها متشي حاجة طريقة اللي هي سهلة صافي وكنقلبوها بطريقة اللي شفتوا معي كنستمر بحال هكذا حتى كنكمل كل هالكيميا اللي عندي طريقة سهلة وكتووجد في لحظات في نفس الوقت اللي وجدتها كنحطوها في المقيلة ديالي ولي طابت كنحيدوها ونعوضوها بوحدة اخرى واحنا واجدين وتبارك الله هاتش اللي درت فا غدي يعطيني واحد الكيميا اللي هي كبيرة انتم ما غدي نشوفوا معايا انا كيعجبوني بحالك دا حريشات صغر كيجو زوين انو ما كيضيعوش يعني كل واحد كي ياكل قياسو كيبقاو وصارة حملك نديرونا كل شي كي ياكلهم الكبار كيجو زوينين رائعين الف za час سوف يضغط المكونات سوف اعطينا 1 دربعة وعشرين لستة وعشرين حبة اشتركوا في القناة اضافة نقطة، هاد المقلة اللولة كلها تقابس هادوك العشرة اللى كونت دايرا فهنا نحييه محمرين وزوينين و بسرعة كيوجدهم سوف يبادلين المقلة تخلات بزافة نقص عليها وكما يواجدون نار مهيلا، كي نخلي النار موتا وسيطا باش كتجين الحرشار طباء و زوينة وبسرعة كتوجد يوجد حريشات معمرين بالجبن أو بالشكلات فنرى طرق مختلفة يعني يجب كل مرة وكيف ندير يجيو رائعين وزوينين فهنتم ممكن انكم ديروا نفس الطريقة تحطوا واحد الكمية اللي نصف ديال الكمية اللي كنا نديره في الأول وترشوا وسطها الشكلات ولا تحطوا الفروماج ديال الدهن ولي بغيته وتعودوا وتغطيوا عليها وبالنفس الطريقة دائما فنزلوا الحريشات ديالنا في المقيلة فهنا هاد اللي حضر ديال في المقيلة كلهم فيهم هكذا فيهم شكلات أي نوع من الشوكولات عندكم شوكولات ديال الدهن هاد حبيبات شكلات فهنا حدا يدره الصغر فقالوا لي ديريالنا بالشكلات لأنه اغلبية هكذا فش ندير الحريشات يعني باش نحببوا معكدا في الحواجات ديال الدهن ففي الما كندير هكذا حريشات سميدة حريشات يعني دائما كندير نص عادي ناشف والنص كاندير اللي هم فيه شكلات ولا الفروماج ولا المهم كيف ما كان ياكلوا حويجة الدار نقيا وزبينا يعني وخاش شكلات ما حنا الكبار ما غديش نبغيه ولكن ما فيها باس يعني انتولي ذاتنا على الأقل بعد الحاجة اللي حنا مصيبينها في الدار وصح هي أكثر مكونات ديالها لا يوجد مشكلة هكذا لازلناهم مرة 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 شي حويجات فهادي اللي حيت في اللول كيف شفتم معايا هي كلها طيبة ومحمرة رائعة شهوة منها أنا غدي نحلة معاكم وتشوفوا ذيك الخفة والحشاشة اللي فيها وهاد الاخرين كلهم فيهم شكلات هانتوما بقاولي غير شي ثلاثة الحبات مرقيتش فين زيدون مقلة عامرة فاحسا مدى نحيد ونضيفهم احتهما هانتوما أصبر كلها كيميالي هي كتير كتير ومع انا نسع منغي ثلاثة زلايف او عفوان ثلاثة الكيسان ثلاثة الكووس ديال البلبولة البلبولة الرقيقة ديال الشعير وهكذا كو واحد الكويس ديال السميرة فاعطتنا هد الكيميال كاملة شوفوا معايا كيف يجيو محمرين وزوينين رائعين صافي هاكدا غادي نحيدهم من فوق النار هانتوما بعد ما كمل الكيميال كاملة انا حليت معاكم شوفوا معايا ديال الشكلات كيف يجيو انا سبقتهم دلالي هما اللولين صورت لكم باشي يكلوهم صخيخنين هانتوما هشي شورطباه زوينة شوفوا يعني باشي نسمعو الشعير نظنوا انه غديجي قاصح وما فيه ما يسكال نا ابدا فكيجير طبو زوين ورائع مع انا نزل بتاعليهم يعني ما خليش شير حسي ترقد على خاطره خليسوا غير ربوع ثاعة في اللول في الماء كيشرب ومغطي عليه ومن بعد تقريبا واحد عشاة دقيقة قبل ما سخنت المقيلة وجدك شي حدايا صافي وطيبتهم وانتوما مع كويس داسا فكيجي وش هوا منهم كي حمقوا وهانتوما مع هون الخريين اللي خاويين يعني ما فيهم بتا شي حاجة كنحط مع هكدا شوية زبدة بلدية زيتون يعني اللي بغا هكدا يدوز بشي حاجة وليدانهم فهذا هو القوتي ديالنا اليوم جرائع شهوة منه كل شي يحمق لهم اتمنى ان شاء الله يعجبكم يعجبكم فيديو تجربوا الوصفة في بيوت ديالكم وما تنسونيش تدعموا معي القناة وتشاركونا الاعجاب ديالكم وليكنتوا اول مرة تزورونا نتمنى انكم تشاركوا في القناة شكرا جزيلا على وفائكم شكرا جزيلا